جولة الصحف المغربية نبدأها من يومية العالم التي تعنون المرأة المغربية في صلب معركة البناء والإنصاف والمساواة والتصدي لكل أشكال التمييز وفي التفاصيل تكتب الجريدة تحتفي المرأة المغربية اليوم بعيدها العالمي الذي يشكل مناسبة لتشريح أوضاع نصف المجتمع المغربي وشحض همامه من أجل استكمال معركة الإنصاف والمساواة مشيرة إلى أن دستور 2011 حفل بعدد من المكتسبات التي تخول خصوصيات إيجابية للمرأة المغربية تتجاوز الصور النمطية الشائعة إلى أخبار اليوم إضراب يشل الصندوق المغربي للتقاعد تعنون الجريدة وتكتب من المنتظر أن تعرف مصالح المواطنين المتقاعدين الذين يلجأون إلى مقر الصندوق المغربي لتقاعد بالرباط أو مندبياته الجاوية لقضاء مصالحهم من المنتظر أن تشهد تعثرا من عاشر مارس الحالي إلى فاتح أبريل المقبل ونختم مع جريدة المساء وهذا العنوان حاملوها شهادات بقطاع التربية الوطنية يواصلون الاحتجاجات اليومية كشفت نقلا عن التنسقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حامل الشهادات عن البرنامج التفصيلي للأشكال الاحتجاجية المبرمجة في الأسبوع الثاني من المحطة النضالية من 8 إلى 13 مارس الجاري